صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين حرات العيان حرات النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبسم الله وعلى بركة الله نفتتح أعمال الدرة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر هذه هي الدرة الأخيرة من عمر مجلسكم الكريم الذي وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من مستقبل بلدنا نستعد معها لفصل جديد من حياتنا السياسية بعد التعديلات التي قمتم بإنجازها على التشريعات النظمة للعمل الحزبي والبرلماني منذ ما يقرب ربع قرن ونحن على العهد نسعى مع أبناء الشعبنا لحماية مسيرتنا الديمقراطية وها نحن نمضي بها بقطة جديدة وثابتة من البناء والتعزيز والتحديث وصنواصل والعمل من أجل الحفاظ على هذه المسيرة الممتدة منذ نشأة الدولة حضرات العيان حضرات النواب يشهدوا العام المقبل بعون الله إجراء الانتخابات النيابية ونسعى أن تكون الأحزاب البرامجية جزءاً أصيلاً ورئيساً في نظامنا البرلمان إن نجاح هذه المرحلة يعتمد على المشاركة الفاعلة من أبناء شعبنا وبناتنا والتحمل كل طرف مؤسسات وأفراد مسؤولياته بروح وطنية عالية لتعميق مصارنا الدموقراطي لقد قطعنا شوطاً مهماً على طريق تنفيذ مصارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وأمل كبير أن تواصل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التعاون لدفع العملية إلى الأمام وعدم إعاقتها لأن شعبنا يستحق مستقبلاً أفضل وإذ أرى أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث فإنني أدعو جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء ولأخذ بيدهم ولأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية فعلاً لا قولاً فالمستقبل لهم وعلينا أن نفسح الطريق أمامهم وعهدي لهم أن لا نسمح باختيال أحلابهم في التحديث والتطوير حرارة الأعيان حرارة النواب إنما تشهده الأراضي الفلسطينية حالياً من تسعيد خطير وعمل عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس على أساس حل الدولتين ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاسمتها القدس الشرقية بالروح بالدم نفديك يا مرحسين بالروح بالدم نفديك يا مرحسين وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء فلا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد وستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضياتها العادلة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه حقوقه كاملة لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا وصيظل موقف الأردن ثابتا ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية وسيبقى الأردن في خندق العروبة يبذل كل ما بوسعه في سبيل الوقوف مع أشقاه العرب حضرات الأعيان حضرات النواب هذا البلد له شأن ومكانة بين الدول وهذا الشعب المعطاء لا يعرف الفشل لأن تاريخه محطات من التحدي والإنجاز فقد سطرنا النجاح بأقل الإمكانيات وبعزم الأردنيين وجهودهم وأخاطب من خلالكم أهلي وعزوتي أبناء الأردن وبنات وأقول لهم وطننا هذا عظيم بكل واحد فيكم فلا تسمحوا لأحد أن يقلل من قيمة منجازاته التي صنعتموها أنتم ولا تفتحوا بابا لحاقد أو جاهل فلنكن جميعا بحجم الأردن ومكانته بمستوى شعبه والطموحاته حضرات الأعيان حضرات النواب سيبقى وطننا صامدا تحميه زنود النشامة من أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهز الأمنية الذين يقدموا تضحيات جيلاً بعد جيل وحموا الوطن بالمهجي والأرواح في سبيل إعلاء رايته والحفاظ على منعته وقوته ليبقى عزيزاً ليبقى عزيزاً مهاباً فلهم منا كل تقدير والتحية فلهم مزيزاً فلهم مزيزاً فلهم مزيزاً فلهم مزيزاً ولن نتوانى عن تقديم كل الدعم لتطوير قدراتهم وتعظيم قوتهم أمامنا مستقبل لنبني أردن الخير والوفاء أردن كان على الدوام منطلقاً لما هو أعظم فلنمضي بثقة نحوة بعزيمة شعبنا وقوة مؤسساتنا وجيشنا وأجزاتنا الأمنية وطموح شبابنا الذي لا يعرف الحدود وفقنا الله لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته